بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كان ملحدا ويعيش في الغرب الحقيقة وبعدين شعر بالاكتئاب والألام والمتاعب النفسية ولما يعني تكلم مع طباء نفسهين يعني قالوا لابد أن يكون لك حظ من التقرب إلى الله وتعيد نفسك في قضية الإلحاد فماذا فعل هذا الرجل؟ قال سوف أبحث في جميع الأديان معالي الإسلام ليه بقى؟ لأسف صورة الإسلام في الغرب مشوهة وهذا أمر متعمد وإن شاء الله عز وجل سينتصر الإسلام أخيرا خفهم الإسلام جعلهم يشوهون شكل الإسلام فأدرس جميع الأديان معدل الإسلام وفعلا درس جميع الأديان والحقيقة يعني تقرب بعض الشيء إلى المسيحية وجدها أقرب ما يكون إلى الواقع ولكن عنده أسئلة لم يستطيع أن يجيب عليها كان فيها شك وهو التصور عن الله سبحانه وتعالى كان تصور مشوه ودي حقيقة محنة الكثير جدا من الذين تتركوا المسيحية ودخلوا في الإسلام والتصور عن الله سبحانه وتعالى كيف أن الله عز وجل يجوع ويعتش ويتبول ويتبرز ولذلك ربنا عز وجل أوجز هذه القضية في آيات عظيمة جدا فقال سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام شوف تعبير القرآن جميل إزاي كلام ربنا حلو اللي بيأكل الطعام ده اللي هو المسيح وأمه دول مش إلهين لا ده المسيح نبي عظيم جميل مرسل وأمه صديقة خير نساء العالمين القرآن الكرمها يأكلنا الطعام واللي بيأكل ده يعني بيجوع وبيعتش وبيعتبول وتبرز فكيف يكون إله هذه المواصفات المهم يعني خد قرار فعلا أنه يبحث ويبحث ولكنه لم يصل لشيء والحاجة الوحيدة اللي هو القرار الأكيد أنه لا يبحث في الإسلام وبعدين بقى مرة من ذات المران قالوا له أن الأسئلة اللي انت تعباك ديا في التصور عن الله هتلاقي ما يريحك عنها في الإسلام فالحقيقة يعني قال لا الإسلام لن أقترب منه أبدا كيف أكون إرهابيا كيف أكون كذا وكذا فمثلما يشوه الغرب الإسلام كان عنده صدق الحقيقة وربنا عزيزة بيهد الصادقين كان مرة ماشي في الطريق فوجد مسجد فتعمد أن يدخل المسجد بطريقة ستفزية وريحزائية هو طبعا يعني قال أن اليوم سوف أضرب يعني سوف يضربوا لني وربما أقتل في هذا المسجد ولكنه فوق الحقيقة مفاجئة غريبة جدا الناس تعاملت مع أبو الوطف جميل جدا وابتسامات جميلة جدا وأحنوا عليه وتكلموا الطريقة جميلة جدا فأتحجب يعني كيف أن أنا أدخل بحزائي وأوسخ لهم المسجد وهم ليكون رد فعليهم بهذا الجمال ثم أعطاه رجل منه وابتسم هدية كده المصحف وقال له يعني رجاء أن تقرأ هذا الكتاب لأنه كتابه من عند الله الحقيقة الرجل تأثر جدا بهذا السلوك وبعدين جاء في ليلى من ليالي بقى وكانت ليلى فاصلة قال لي بقى أعلي يتكلم مع الله قال له يا الله إني أكر وأعترف أنك موجود وأنا أريد أن أصل إليك ولكن لن أصل إليك حتى تريني آية واضحة إن لم تريني آية واضحة يعني إيه تنفلق ينفلق هذا الصخف وينزل حاجة معينة واضحة يا حد سلزال حد يكلمني حد يصنعني لا لن أؤمن إلا بشيء مادي لابد أن يأتيني دليل قوي منك الآن وواضح جدا وإلا ميأتين لن أؤمن بك لم يأتيه شيء طبعا يعمل يكلم نفسه فأعاد الكلام مرة أخرى سبحان الله أخوانا ربنا كريم والله شك شكرا من الله تحدث موجيزة عظيمة دول وقت طبعا الأرض مش هتزلزل ولا السماء هتنشق أبدا فكررها ثلاثة واربع مرات وهو سيقول لن أتركك يا الله حتى تريني شيء واضح ومادي كمان أنا مش عايز غيبيات أنا عايزك تريني شيء واضح جدا دلوقتي يثبت لي أنك موجود وبعدين هده الله عز وجل أنه يمد يده على المصحف المترجم ويفتحه وسبحان الله شوف بقى المعجيدة الكبرى لما فتح المصحف وقع عينه على الباء الشيء اللي غير حياته قول الله عز وجل إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الباس هذه هي الآية البينة وهذه إجابة الله عني وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذهب المركز الإسلامي إذا هذا المسجد اللي هم يعني إيه لم يزجروا فيه ودخلها في الإسلام بفضل الله عز وجل